السلام عليكم اليوم في تعلمت معلومة جديدة حلوة عجبتني صراحة في ديف مكلير شخص مشهور في مضوع الاستثمار والمشاريع الريادية في عنده فانل اسمه the R or the Pirate Funnel أيش يعني Pirate Funnel يعني القرصان طب ليش تسمى قرصان لأن الأحرف A A A R R R عندما تنطقهم مع بعض بطلع نفس صوت القرصان حاجة زي كده أنواز طب أيش هو قصده يعني كل حرف هنا يعني شيء فمثلا awareness اللي هو الوعي acquisition اللي هو الاستحواذ activation اللي هو التفعيل retention الاحتفاظ بالعميل revenue الإيرادات referral إنو حدا يتزكي الشركة تبعتك لشخص آخر هلا التصويق بركز على أول ثلاثة فقط ولكن growth hacking النمو المتسارع أو الصاروخي بركز عليهم كلهم طيب حلو ليش احنا عاوزين نعرف المعلومة هادي بحكيلك إذا في عندك مشكلة بالبزنس تبعك الفنل هذا بيساعدك في إيجاد الخلل اللي هو البطلنك وين المشكلة فشو بتعمل كل واحدة إلها سؤال مثلا awareness بنشوف المحتوى تبعنا بوصل لكم شخص نحن لما ننزل المحتوى على سائر مرصات التواصل الاجتماعي والرقمية reach تبعنا وإذا بنعمل إعلانات أو بشكل طبيعي إيش كم شخص بيوصل لهم المحتوى تبعنا كم عدد الناس اللي بتزور الموقع بعد ما يشوف المحتوى تبعنا على السوشيال ميديا بنحكي مثلا عشو تلاف عدد الأشخاص اللي بيقوموا بعمل الخطوة الأكثر أهمية اللي هو الاكتيفاشن يعني بيعطونا الإيميل تبعهم مثلا أو بينزلوا التطبيق أو الاكتيفاشن نحن بنبعاتهم عليه ثلاث تلاف كم عدد الأشخاص اللي بيقوموا بشراء مرة أخرى يعني اشتروا مرة ورجعوا اشتروا مرة تانية اللي هو الريتنشن يعني حافظنا على العميل الفين كم من الناس بدأوا بالدفع صار يدفعوا بشكل مستمر زي مثلا ممبرشب متين وكم عدد الأشخاص الذين يزكون شركتنا لأصدقاهم صاروا يسوونا رفيرل خمسين فالمعلوماتها شو بنسوي عملية حسابية بنقسم عشر تلاف على خمسين و بنوجد النسبة تبعتها بصير عشين بالمية هلو تلت تلاف على عشرة تلاف وبالنسبة تبعتها بصير تلاتين هلو الفين فريدنا نسوي هاي الحسبة و بنشوف أصغر نسبة موجودة فنشوفنا النسبة الصغيرة الموجودة هي الاحتفاظ نحنا ما عنا مقدرة بالاحتفاظ على الزبون يعني الزبون يشتر من عندنا مرة واحدة بس ما بيرجع يشتري غير هالمرة فهون الباطلنك وهون المشكلة اللي لازم ندير بالنا عليها وحبيت اشارككم المعلومة هذه ترجمة نانسي قنقر